تقارير دولية تشيد بتحرك العراق نحو تحويل الغاز الطبيعي المحروق إلى مصدر مالي والشروع بتنمية قدراته التجارية نحو تصدير الغاز لآسيا كمرحلة أولى خصوصا وإنه يأتي ثانيا عالميا بعد روسيا بكميات الغاز المحترق رغم انضمامه مؤخرا لمبادرة الانتهاء من حرقه بحلول عام 2030 العراق وقع صفقة متأخرة مع شركة بيكرهوز سبقتها اتفاقية من أربع مراحل مع توتل لجمع ومعالجة 200 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب نحن الغاز نريد نجمع حتى نلبي متطلبات محطات التوليد الكهربائية حتى نكون واضحين حتى عندما هذه العقود ستنجز وبالكاد ستكفي لكن نتكلم عن استثمار مشاريع الغاز الحار من جانب واي انتاج جديد طبعا كي زيادة بانتاج النفط ربما ستحصل قريبا مهما كانت بسيطة هي معناها الغاز المصاحب هم يرتفع ووفقا لوزارة النفط فان مجمع غاز الناصرية لتشفيف وضغط الغاز المحروق سيولد اكثر من 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا والمرحلة الثانية هي توسعة محطة الناصرية لتصبح منشئة غاز سائل طبيعي متكاملة تعالج 200 مليون قدم من الغاز الجاف والسائل والمكثف يرافقه عمل شركة شيل مع غاز البصرة للوصول الى اكثر من مليار قدم مكعب يوميا من غاز الايثان على نحو مستمر وثابت كمادة اولية للصناعات يمكن استغلال الغاز واستثماره من خلال الاعتماد على شركات الرصينة وشركات معروفة وبحيث تحقق استغلال امثل لهذا الثروة لتحقق اكبر فائدة للعراق وبحسب وكالة الطاقة الدولية فان كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا تكفي لامداد ثلاث ملايين منزل بالطاقة الكهربائية في حين تؤكد وزارة النفط ان العراق يسعى من خلال تعاقداته الى استثمار كافة الغاز المصاحب بحلول عام الفين وخمسة وعشرين من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الاخبارية